مصطلح المستريح ظهر في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة وبقينا نسمع عن مستريح المينيا، مستريح مش عارف المنصورة الغربية، طنطا، الإسكندرية هل جاء لك قضايا من ضحايا المستريحين زي ما بيقوله؟ طيب في البداية دكتور هو فعلا هي القضايا يعني متواجدة وفي ناس بالفعل اللي جاءت لنا في الموضوع ده أولا لكن خلينا بس نفرق بين أمرين مهمين جدا بين جريمة النظم وبين جريمة توظيف الأموال لأن في ناس بتلجأ أن هي تاخد عبارة عن إصالات أمانة وتقولك أنه هو ده الضمانة الحقيقية لها اللي أنا أقدر أقمن نفسي بها أو عبارة عن شيكات وهمية ملهاش أي أرصدة ده الضمان الحقيقي اللي هو بيقع فيه ده ما بيلجأش لمحامين، ما بيلجأش الخبير اقتصادي أنه هو وقت ما بيدفع أو بتكون للأسف مبالغ كبيرة جدا بتتحط تحت أعين المستريح هو بيقدر زي ما قالوا الدكتور كده أنه هو بيلعب على موضوع الطمع على موضوع الصراء السريع على موضوع أن الفوائد البنكية بيدي له هو فوائد أعلى منها عملية مثلا نوع من الركود الاقتصادي في بعض المجالات زي سوق العقلات أو خلافه فبتدي فرصة للمستريح فعلا أنه هو ياخد الطريق دوت فتبدأ يتكيف الأمر على أن جريمة نصب بيروح يعمل محضر بإيصال أمانة أو جنحة مباشرة عن وقعة إيصال أمانة خيانة أمانة أو شيك بدون رصيد فهنا الواقعة بتكيف على أنها وقعة نصب وليس توظيف أموال لأن القانون فرقلي ما بين الأمرين ما بين النصب اللي هي تبقى لنص المادة 336 بتكون دي عبارة عن وقعة نصب أقصى عقوبة لها مدة 3 سنين لكن الأمر لو خدنا للمادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 الخاص بتوظيف الأموال واللي حزر توظيف الأموال وقصرها على الشركات اللي هي بيتم قدها في الهائة العامة لسوق المال دية الأمر بيختلف فيها أن اشترط القانون برضو شرط قوي جدا الشرط دوت أنه يكون الدعوة عامة للجمهور دون تمييز يعني أنا النهاردة لو بلم فلوس أو بطلب من الناس فلوس أني أنا مكونش محدد أشخاص بعينها أني أنا أوهمها ده الفرق ما بين النصب وما بين توظيف الأموال فتوظيف الأموال لازم تكون هو دعوته عامة للجمهور دون تمييز عن الأشخاص ودية طبعا بتحلل محاكم الجنائية الاقتصادية وبتكون فيها العقوبة 15 سنة لكن لما بيجي لنا طبعا يا دكتور هو بيجي لنا بيكون النصب لشخص أول حاجة هارب تاني حاجة هو معاه كل ضمانات وإصالات أمانة أو أوراق لا تسمن ولا تغني من جوة وطبعا بيتم التحرك فيها لما تحريات مباحث الأموال العامة تثبت لي صحة الواقع طيح هنا الوضع بيختلف ترجمة نانسي قنقر